موسيقى مساءكم سعيد مشاهدين في موعدنا شرجوية بداية غضوة مع أصباح سماء ملبدة وهذا على السواحل الوسطى والغربية نزولا على المهداب العليا الغربية وحتى مناطق الصورة إلى الجنوب الغربي حتى منطقة تيندوف بعد الضباب رح تشكل على السواحل الشرقية على هذا الحلشباب على معظم المناطق الصحراوية الوسطى الشرقية أقصى الجنوب شمال الصحراء وحتى مناطق الهداب العليا الوسطى والغربية خلال ظاهرة إن شاء الله رح تتلب الدسمة بصحب من النوع العالي والمتوسط وهذا من منطقة تيندوف مرورا ببني عباس تب البالا حتى كل مناطق الصورة بالشارتة حتى على كل المناطق الشمالية الهداب العليا وأيضا المدن الداخلية وحتى السواحل زوابع رملية رح تتشكل على الجنوب الغربي ووسط الصحراء قد يؤدي إلى رؤية ضعيفة في بعض الأحيان عاد هذا الحلشباب على المناطق الجنوبية الشرقية والوسطى وحتى أقصى الجنوب الجزائري درجات الحرارة لغدوة مع صباحة سننتظر من 7 إلى 3 درجات على كل مناطق الداخلية والهداب العليا 1 على سواحل الشرقية 12 درجة على الجزائر العاصمة 13 على وهران 14 على منطقة الواحد 15 على كل من غردية حتى منطقة السورة 17 درجة على تيندوف 19 على صحراء التنزرو 18 على عين صالح 15 درجة على إيليزير 17 على جانت 17 على 28 درجة 20 درجة على برج بجيمختار وعينقزام خلال ظاهرة سننتظر حوالي 25 درجة على الجزائر العاصمة وضواحيها 28 على وهران مستغان 25 درجة على النباس كيكداد طارف وحتى القالات 28 على تبسان عاما البيض 24 على كل مدن الأوراس وأيضا الهداب العليا الشرقية والوسطى 30 إلى 31 درجة على الأطلس الصحراوي 33 على تيندوف 34 على رجان وأدرر وحتى عين صالح 31 درجة على عين ميناس وأيضا إيليزي 32 على مرتفعات الهوغر والتاسلي و35 درجة على تينيوين وتنزوات فيما يخص الملاحة والصيد البحري بحر جميل وهادئ عموما على طول الشريط الساحلي مع رياح مختلفة الاتجاهات على طول أيضا الشريط الساحلي ختم نشر دائما بالمعلومات الفلاكية لتهم الجزائر العاصمة وضوحها لغدوة الجمعة 4 نوفمبر 2016 شرق الشمس رح يكون على 47 دقيقة أما الغروب رح يكون على 48 دقيقة معلومات وتفاصيل أكثر فيما يخص الجو والبيئة وحتى الفلاحة معلكم غير تتواصلوا معنا على www.sheikhbarhaib.com دمتم بخير اشتركوا في القناة